أكد وزير الخارجية سمح شكري أن المفاوضات بشأن الأوضاع في قطاع غزة صعبة ومعقدة وطلب شكري المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف إطلاق النار في القطاع مشددا على أن مصر تواصل جهودها السياسية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المشاورات التي تمت في باريس بين الأجهزة الاستخباراتية تم ترحاها وكان هناك وجهة نظر إزائها من قبل حماس وهناك تصريحات صدرت من المسؤولين الإسرائيليين باعتبر أنها مرفوضة أو غير صالحة بأن تكون أساس لهدنة والإفراج عن الرهائل هذا لم يمنع بوجود استصالات مستمرة وجهود بتبذل هنا في القاهرة لتقريب وجهة النظر لوضع إطار يسمح بالتوصل إلى هدنة والإفراج عن الرهائل والمحتجزين الفلسطينيين وهذا ما نعمل من أجله ولكن بهدف أن نصل إلى وقف خامل لإطلاق النار ترجمة نانسي قنقر